انه في سنة 1973 كانت ظهرت مقالة بعنوان ودي معناها ان تكون عاقلا في اماكن مجنونة ببساطة كده كان فيه دكتور اسمه ديفيد روزهان وده دكتور امراض نفسية كان عايز يقوم بتجربة يعرف من خلالها هل الدكاتر النفسيين اللي في المستشفيات بيقوموا بشغلهم صح وهل بيشخاصوا المرضى النفسيين وبيعرفوا مين المجنون المزيف او المجنون الحقيقي ولا اي شغل بيعملوا فحصاته والسلام فكونوا قتها فريق مكون من سبع اشخاص واتفقوا كلهم انهم يمثلوا فيها مجنين على المستشفى بما فيهم الدكتور ديفيد ويروح يقدموا نفسهم للمصحة ويشوفوا الدكاترة هل هتقدر تكشفهم ولا لا المهم يعني كانوا اتفقوا على حركات جنان معينة يعملوها على الدكاترة اول ما يروحوا المصحة وفعلا الدكاترة اول ما كشفت عليهم قالوا لا ده دول مجنين فعلا وحالتهم خطيرة جدا وقاموا بحجزهم في وقتها الغريب في الامر هنا ان المجنين الحقيقيين اللي محجوزين جوه المصحة كان اكتشفوا ان الناس دي طبقية وبتمثل عليهم وعلى الكل فراحوا على طول بلغوا ادارة المستشفى باللي بيحصل لكن للأسف محدش فيهم كان نصدقهم وقالوا ازاي يعني احنا نصدق مجنين بتشهد على مجنين زيهم والأسوأ في التجربة دي ان ده كثرة المستشفى بدأت تكبر الدكتور ديفيد هو وفريقه على اخذ العلاج والمهدئات غزبت عنهم لكن هما طبعا كانوا بيرموه في الحمام وما كانش حد مكتشف الموضوع ده نهائي واول ما التمرجية خدت بالها من اللي بيحصل راحوا على طول بلغوا ادارة المستشفى وطبعا الدكتور ديفيد لما عرف ان هو هياخد جلسات كهرباء هو الفريق بتاعه كانوا كلهم على طول رفعوا الراية البيضة وقالوا لهم لأ لحد كده ستوب ساعتها قالوا لهم على الحياة على طول وقال لهم ان هما اشخاص طبيعيين لكنهم بيقوموا بتجربة لكن برضو ما كانش فيه اي حد مصدقهم وقاموا بضربهم وتعذبهم ده غير ان هما حبسوا كل واحد فيهم في غرف انفراضي زي انظام السجون كده وقتها بس هما حسوا انهم هيقضوا باقي حياتهم جوا المصحة وفضلوا محجوزين جوايا حوالي 9 شهور متواصل لحد اما المحامي العام بتاعهم خرجهم بأضياء بالعافية لكن بشرط طبعا من ادارة المستشفى ان كل واحد فيهم يمضي تقرير على نفسه ويكتف فيه انه كان مريض نفسي وتم شفاة الحمد لله على خير اخر حاجة ان اذكرها النهاردة ان هدف الدكتور ديفيد من التجربة ديت انه عايز يوصل للدكاتر النفسيين ويقولهم شوفوا شغلكم صحة وشخصوا الناس او شخصوا المرضى الحقيقين من المرضى المزيفين علشان فيه ناس كتير في الحياة بتعمل فيها مجنونة منهم اللي بيهرب من مسئولية معينة ومنهم اللي مرتكب جريمة وعايز يسلم نفسه للمصحة في النهاية لو عجبك الفيديو اضغط له لايك واشترك في القناة وتابع كل جديد انا بقدمه ما تنسوش كمان ان رأيكم بيهمني جدا في التعليقات سلام